الكلام اللواء ناجي شهود المستشار بأكديمية نصر العسكرية السيد لواء أهلا بيك أهلا بيك أستاذ واهل أهلا بالسادة زملائك في السوداء سيد لواء لو كملت بس على الأسئلة وأنا بقول أسئلة شعبية ممكن تدور في أزهان البعض أو يرددها البعض أمام الناس هيقولك يعني هو الفريق سامي عنان اللي كان رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة وأنا لسه بقول كان الرجل الثاني في مجلس عسكري حكم البلاد في فترة حساسة معقول لا يعلم قواعد وضوابط القوات المسلحة فيوقع نفسه بهذا الشكل هل إحنا أمام تصيد ولا أمام عدم وعي من الفريق سامي عنان أو ربما سرعة في اتخاذ خطوة كان لابد أن يستوفي فيها الشروط المتعلقة بالقوات المسلحة هنا البعض ممكن يسأل ياهو معقول الفريق سامي عنان ما يعرفش الكلام ده تفضل فاني طيب بسم الله الرحمن الرحيم تحية للسادة المشاهدين آآ الكلام اللي حضرتك تكلم فيه هو اتكتب له اربع وراءات في الورقة التالتة هو عارف يعمل ايه لأنه قال أنا آآ بعلن التلشح وعقدت العز مع التلشح طورا انتهائي من استفاء إجراءاتي إيه إجراءات آآ كرئيس أتبق رئيس ألكن هذا إنهاء هذه الإجراءات هو عارف بيعمل إيه يعني هو يعلم جيدا من خلال الخطابة الذي ألقاه لإعلان نيته الترشح أن فيه خطوات لابد أن يعني هو الكده بالفعل في الكلمة يعني يعني كل واحد بحزم نفسه وبيدين نفسه البيان القوات المسلحة لازم تتأكد أن العمله عملوا ناس قانونيين وقضائيين وفاهمين بيكتبوا إيه مش واحد قاعد في المكتب كده أم كاتب بقين وقال لك اطلعوا هروم عشان الناس تسمع الكلام ده لا طبعا ناس مسكت الكلام اللي أعلنه السيد الرئيس أركان الأسبق وقالوا بلسانه سواء الورقتين الأولانيين مسك شرح الدولة وطلعها ما تسواش خمسة مليين الدولة اللي بقالها سابع السنين وقف على رجلها صمدة ما تقسمتش ما تفرقتش ما انهرتش لسه بتاكل وبتشرب وما حدش نام فيها ما تم الجوع وكل العلاج اللي تم وكل اللي بيتم دلوقتي طلعها دولة بقت مهلهلة يعيني وتستحق العطف وتستحق الزكرة من بقية دول العالم ما يهمش ده كلام سياسي ده وجهة نظر مرشح كان سياخد الانتخابات حضرك بقى يعني هنا إنما احنا بنتكلم عن أنه كان يجب أن يكون عالما عارفا بضوابط العسكرية المصرية وربما يكون زي ما حضرك بتقول عالما وعارفا ولكن يعني قرر اقتحام الانتخابات بهذا الشكل يعني جميل جدا يا أستاذ وايل انت بتقول ده كلام سياسي طق سياسي طق إحناك بتاع سياسيين ويعني كل سياسي يقول لا السياسي المحترم اللي هيحكم بلد اللي عايز يحكم بلد فيها مئة مليون إنسان مئة مليون إنسان وفيهم جزء كبير أيواي ومدرك والكل يتمتع بزكاء فطري لازم يحترم زكاء وإنسانية هذا الشعب ما يطلعش يسفه بالشعب المصري ويقول له أصل قوات المسلحة اللي شيلة الشيشة والسياسات الخاطئة اللي وصلتنا لهذا المستوى ويحتقر زكاء هذا الإنسان هو مش مدرك إن الإنسان المصري اللي واقف يقيمه وقعد يقيمه بيسمعك وبياخد الكلام ويوزنه وقاله الكلام زي الطعام ينداء أما بعد الكلام ده بتقول لي حضرتك ده كلام سياسيين ممكن يطق أي حنكة ويقول أي كلام وده كلام سياسيين لا يا فندل أي مرشح خصم للرئيس السيسي حيقول كلام زي ده لكن طبعا الوضع يختلف هنا للضوابط العسكرية لكن أنا السيد وقيل أنت عارف يعني رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية أكبر قوة في المنطقة العربية وكان هو نقيب ولا رائد في 73 وشاف يعني هذا الجيش المحترم القوي العنين وشارك في هذا الانتصار فجأة كل ده كله يتحب من قدام عينيه وذاكرة تتمسح ويقول الكلام اللي يخليه بهذه القيمة قدام الانسان المصري يخلي التواصل الاجتماعي مسكه عمال يشرح فيه وفي أسرته وفي أولاده وفي أقصوره لا خانه الزكاء خانته الزكرة لم تشريك يا سبت الفريق في فترة اتحكمت فيها مصر وانت رئيس أركان وانت في المجلس العسكري زي ما سيتك بتقول خانه زكاؤه والقوات المسلحة البيانة اللي طلعته مطلعا على كل اللي قاله مطلعا قاله ايه كل واحد بشيلته يا أستاذ وائل هو طبعا خد القضية رقم واحد سنة واحد 2001 سنة 2018 دمتياز طبعا اللي الدكتور صلاح قبلي اتكلم في الإجراءات القانونية انا بتكلم في الشق العسكري وعايز اوضح للانسان المصري اللي ما اشتغلش في القوات المسلحة او حتى الضابط اللي اشتغل وتقاعد على المعاش من غير ما يمر بالمرحلة اللي انا بريد بيها اللي بيمر بيها الاستاذ السيد المرشح سامي عنان مرشح سابقا سامي عنان وليس أركان سابقا سامي عنان سامي عنان القوات المسلحة فيها خدنا عدة انواع من الخدمات للضباط بيبتدي الضابط في الضابط العامل لحد ما ييجي وقت من الاوقات يا اما يتقاعد يا اما القوات المسلحة عايزة ينفذ مهمة لكن مش عايزة في الارمليخ اللي موجود في اخدميته عايزة تخرجوا من اخدميت الارمليخ هذا الكلام انطبق على ناجي شهود اللواء ناجي شهود في 2002 يوليو 2002 تقاعد طلع معاش ثاني يوم القوات المسلحة استدعاته طلعتهم الارمليخ واستدعاتهم بقيت لواء مستدعى من 2002 عشر سيني ونص يا استاذ وائل حد يناير 2013 هل أنا لواء مستدعى يعني انت في طول طيلة هذه الفترة تنطبق عليك نفس ضوابط وقواعد وقيود القوات المسلحة بيستحتوت لو اي مخالفة يرتكبها ضابط عامل يرتكبها ضابط مستدعى بندخل محكمة واحدة ده قوانين عسكرية اما الهو ماسك القوات المسلحة محترم لحد النهاردة ايه استاذ وائل اللي فيها قوانين صارمة ما فيهاش قضاء بيلعب ما فيهاش حد بيسوف ما فيهاش فيها قضاء ناجز بلاش كلمة تانية بتتألف حتة تانية فيها قضاء شامخ القوات المسلحة ومن حظ اي انسان انه يتحكم عسكريا بذيتها في ايه ما فيش الف يوم ولا الفين يوم ولا تلات تلات يوم تسعة سنين القضية تموت لا حق الانسان بياخدوا في لا زمن لو عليه مسئولية بيتحاسب في لا زمن وبياخد كل كل الحصانة اللي بيتمتع بيها اي متهب بيتمتع بيها الرجل العسكري وانا اتحطيت في هذا المزنق في الموقف في يوم الايام وربنا اكرمني وخرجت منه منتهى البساطة موقفي سليم واتعرضت للمسائلة منتهى البساطة من الموقف يعني انا ظروفي سمحت لي ان انا امر بهذه التجارب طب هو هو مثلا سؤال يعني جيف زيني كده واحنا بنكال هل ما ينطبق يعني هل المشير طنطاوي الذي كان قائدا عاما للقوات المسلحة وكان حكيم رئيسا للمجلس العسكري في نفس هل ايضا مستدعى ما زال ينطبق عليه نفس الكلام لا يا فندم ما اعرفش انا ما اعرفش مين المستدعين انا طقعت من يناير 2013 وابتعدت وبقى من حق ارد على ساتك في التليفون واطلع في الاعلام واكلم مع الناس كلها واكلم في المحاضرات واكلم في الشوارع واكلم في الكامعة لكن الفريق سمعنان فريق مستدعى وبالتالي هنا يظل مقيدا متقيدا بنفس الضوابط الصارمة وهو في الخدمة رفين يا استاذ وايل قالوا الكلام ده الفريق سمعنان قال فورا انتهائي من استفاء اجراءات خروجي او انهائي استدعائي كرئيسة هو قلب الفعل ده قلب عضمة لسانه والقوات المسلحة خادته باللي قاله بشيلته ودخلته بالاصول كل شيء بالاصول ما فيش حاجة ابدا برد اصول العمل البيان فاهم بيقول ايه وهو الراجل اتخب عدة مخالفات هيتحسب عليها كنوا بيحرد الشعب على القوات المسلحة او القوات المسلحة على الشعب في وقت انا فيه عندي قوانين الطوارب خلينا انوبعا ممكن يعني اللي يقول يعني هو بتكلم عن ان يعني تحميل القوات المسلحة العبء الاكبر يعني هنا شايف حضرك ده هو دقة اسفين بين الشعب والقوات المسلحة هديك ليه دقة اسفين يا استاذ وائل هو كان رئيس اركان حرب القوات المسلحة اما الدنيا قامت في 25 يناير 2011 لحد 12 اغصص وال11 اغصص 2012 كان مسؤول في الدولة وكان يعلم ان كل القوات المسلحة اللي توظفت واتخدت عشان تنفذ مهام في داخل الدولة لتأمين مرافق الدولة والأداف الاستراتيجية والأداف السلطرة القومية كلها كانت لا تؤثر على تأمين التجارات التراتيجية التلاثة الشمالي والشرقي والغربي والجنوبي طبعا وضعت القوات المسلحة في موضع انها تؤدي دورا سياسيا بسبب الظروف اللي قالت اليها الاحوال في البلاد وادته بالفعل من خلال مجلس عسكري وما حد يعني وانت احدك بتقول يعني كان رجلا ثانيا وهنا القوات المسلحة نعم تتحمل عبئا اضافيا ولكن لا يجب انه يقال ان انتو بتحملوها العبئة او انه رئيس اركان حرب القوات المسلحة سابقا ينتقد هذا التحميل هو كان يعلم ولا زال يعلم ان القوات المسلحة وغد مهام اضافية في خطط اضافية مش هتكلم فيها هو عارفها والقادة الحاليين عارفينها قوات المسلحة قصديه مش عزبة مصقلة دي دراء دي دراء الشعب المصري اما يحصل عندي نكبة او كرسة في اي حتة فيك يا مصر والقائد الاعلى يستدعي القوات المسلحة بتنزل قوات المسلحة وعندها القدرة والإمكانية والاستعدادات وخطط التوارئ مش هسمي هذه الخطط وما عارفين القوات المسلحة والقاد الاعلى وقاد عام عارفين اين الخطط القوات المسلحة بتنزل الشارع عشان تنفذ مهام بذاتها ليست مهام الصورة وخلافه لا مهام انقاذ مصر في اوقات حدة وملحة وتنضرب فيها حاجات مصر ما تسقطش قوات المسلحة مش شغالة لحسابها شغالة باوامر شعب شعب بيمثله رئيس دولة ووزارات سيد رئيس الكن حرب قوات المسلحة سيدة الفريق سيدة الكن الأسبق يعلم هذه المهام ويعلم القوات المسلحة اللي بيتخصص منها لأي مهام ان كانت اشراف ومتابعة وإدارة لا ترتبط بالاتجاهات الرئيسية وتأمنها لان وزير الدفاع سيدة وزير الدفاع يعلم ان ما فيش مخلوق هيعتقوا لو حصل خلل في اتجاه من الاتجاهات الثلاثة بشكر ده جماعة الجانب القانوني فيه جوانب هنا بتحتاج تعليق صحيح زي ما بقول لكم يعني كلنا او ربما ان البعض بيحلم انه تبقى فيه انتخابات رئاسية تنافسية وفيه اكثر من مرشح ده جانب قانوني والقوات المسلحة في الجوانب القانونية المتعلقة بيها يعني ما بيبقاش فيه زي ما انا قلت حتى لا مرونة ولا استثناءات لا هي ضوابط صارم فهنا ما حاجة متنين زي ما بيقول لي وقت ناجي الشهود اما ان الفريق سامع نان كان يعلم بانه لم يشتوفي هذه الاجراءات وده يعني ربما يعني يقعه تحت طائلة هذه الضوابط العسكرية او انه كان لا يعلم طيب لو كان يعلم يعني ربما قال مثلا ما هو يعني انا كنت في يوم من الايام رئيس اركان حرب القوات المسلعة وعايز اقول له كمان يعني ده كان مع بدايات فورة يناير كانت الشائعات تملأ العالم كله حتى مش مصر فقط بان الفريق سامع نان ربما يكون الرجل القادم وحتى فيه اثناء المجلس العسكري كان اللي بيجري معظم الاتصالات لان المشير تنطوي دائما كان يعني بيحب الابتعاد عن الاضواء وعن الاتصالات المكثفة لكن صحيح هو العقل اللي بيفكر ويدير لكن كان الفريق سامع عينان بيلعب دورا كبيرا يعني يعني ربما قال يعني مش معقول يعني حييجه ويتم تطبيق هذه الضوابط علي او ربما يعني عندي تحليل تاني انه بعد الكلام اللي قاله الرئيس السيسي لان لو تلاحظوا التوقيت لو تلاحظوا الكلام اللي قاله الرئيس السيسي عن بعض المرشحين لكن صحيح اتهمهم بالفساد لم يسمي اسما وما قالش مين وهذه طريقة الرئيس السيسي دائما ما حددش لكن ربما لبعض لانه الفريق سامع انان اعلن في نفس اليوم الساعة واحدة مساء فاما فاما ان البعض يعني دفعوا للاعلان السريع بهذا الشكل واتخاذ خطوات سريعة على اعتبار الحق ده ربما يكون هذا الكلام موجها اليك يعني ممكن ده احد الاحتمالات لانه كان المثير للدهشة اللافت للانتباه ان الفريق سامع انان اعلن ترشعه الساعة واحدة بعد منتصف الليل في نفس اليوم اللي اعلن فيه الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات واللي تحدث فيه عن انه لن يسمح لبعض الفاسدين انهم ينفسوا على هذا المقعد يعني لانه طبعا اذا كان فيه حد فاسد لكن هو لم يسمي اسما ولم يحدد من هي الشخصية المعنية بذلك يعني اما ربما البعض هنا يعني دفع الحق يا سيدة الفريق ده كذا ده كذا ده ربما هذا الكلام يقصدك او يطالك ده تفسيرات مختلفة لانه بعد اتخيل هل الفريق سامي عنان يمكن ان يتصرع وهو عارف ان فيه ضوابط قانونية متعلقة بالقوات المسلحة هل هي لحظة عناد مثلا نيجي بقى للجانب التاني الاخوان اللي عاملين مناحة على الفريق سامي عنان اللي كانوا انا متذكر كانوا دايما بيطلبوا بالتطرير ولا حل الا بتطرير القوات المسلحة من المشير والفريق المشير تنطاوي والفريق سامي عنان تخلص منهما ودعوات لمحمد مرسي بضرورة التخلص من المشير والفريق لو تستعيدوا هذه اللحظات يعني اخوان اللي عاملين مناحة الان على الفريق سامي عنان بشكل كبير دا كانوا بيتعاملوا مع الفريق سامي عنان على ان لا يمكن ابدا ان مرسي يكمل رئيسا بشكل مستقل الا اذا تخلص من الفريق سامي عنان ومن المشير تنطاوي وحتى الذين هتفوا من قبل يسقط حكم العسكر كان في اشارة للمشير والفريق المشير تنطاوي والفريق سامي عنان كمان عاملين مناحة طيب انا افهم انا افهم انك خلاص يا سيد تقدم اسماء الناس كده عندها اسماء ما عندهاش مشاكل قانونية قدم اي اسماء وادخل الانتخابات يعني حتى انا اندهشت من مثلا موقف الدكتور عبد المنعم تم تخوض يا دكتور عبد المنعم الانتخابات مثلا هي الناس تعلن بيانات فقط احنا بنعاني من حالة عكم اهو في خوض الانتخابات طيب لو قال اصلي فيه اسم او اسمين تم تطبيق قواعد قانونية حتى لو قالوا انه والله السلطة يعني تصيدت لهما وحاولت انها تلاقي بعض الفغرات بعض المشاكل طيب يا سيد خوضوا الانتخابات خلي الأحزاب والقوى السياسية تقدم اسماء ما عنداش مشاكل متعلقة بالضوابط العسكرية او ما عنداش مشاكل بأي امور قانونية تانية يعني فالحقيقة يعني مناحة تستوقفك خاصة انهم يعني كانوا وهو نفسهم بيعتبروا ان الانتخابات انقلابية يعني حتى يعني جماعة الاخوان اللي بيعتبروا ان هذه الانتخابات هي حلقة في سلسلة مسلسل الانقلاب يعني طيب انت عامل مناحة ليه طالما هي انتخابات انقلابية يعني وطالما انها جزء من عملية الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي زي ما بتقوله يعني طب لماذا يعني هذه المناحة خلاص هي انتخابات انقلابية في ازهن ده كان كل التساؤلات اللي عند الناس اعتقد ان احنا سألناها اللي هي يعني ايه فريق مستدعى وهل كان يمكن ان البعض حتى يقول طب ما خلاص يا جماعة نعمل انتخابات تنفسية والقوات المسلحة تطنش او انها يعني تعمل نفسها مششايفة وخلاص يعني المسألة تنتهي ويخوض الفريق سام عنان الانتخابات كل الاسئلة اللي يمكن ان تدور في الازهان سألناها للمتخصصين في ده هلونا بالتأكيد